اهلا وسهلا بحضراتكم وكابتن مصر وكابتن الاهلي منوارنا الله خليك ازاي الحال كل تمام وصحيحك طيب ورمضان كريم انت طيب ناقدنا الرياضي الرائع الشهير احمد عبد الباصط منوارنا وكل سنة وانت طيب انا المبسوط جدا يا سيوسف ان انا معك قبل رمضان كده وان شاء الله انا احتفل بالمنتخب ومع الكابتن محمد حشيش يا رب يا رب يا رب يا رب اقدر يا كريم طيب ابدأ بردو بكابتن حشيش شايف ايه على مطشة بكرة بص يعني شايف نظر التفاول من الناس كلها واولهم طبعا الجهاز الفني واللعيبة ودي حاجة طبعا يعني كويسة بص احنا لو اتكلمنا على الورق المطش صعب جدا قدرات مختلفة قدرات جمدة الـ 210 دي اللي لابناهم سواء الـ 120 اللي هناك في نهاية افريقيا او الـ 90 اللي لابناهم هنا تفوق ملحوظ طبعا هجمتنا على استحياء ما بين كل فين وفين تعملك واحدة كده هم هجمتهم خطيرة كل كرة بتعتبر خطيرة عندهم فلو اتكلمنا بالورق وقلم وفرقات والقدرات والمهارات والاطوال والسرعات واللي 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 والنتيجة اللي هي في عرف الكرة اعتبر برضو يعني كويسة ومش كويسة دي هتودينا في اتجاه عدم التفاول انما احنا كلنا عارفين كرة فيها نسبة توفيق غير عادي باز الجهد مطلوب الدعا مطلوب زي ما انت بتقول ان شاء الله بإذن الله ربنا يكون يعني اللعيبة دي في حالتها لانهو اهم حاجة في الموراة دي ان اللعيبة تبقى باحسن حالتها في يوم المباراة وممكن يكون العكس الناحية التانية مش يومهم سيئين مش قادرين يوقفوا على رجليه وارد كل حاجة في الكرة بتعمل اللي عليك قبل المباريات من تدريب واستشفى وحاجات كتير جدا وبتوصل لغاية المباراة تلاقي جسمك مش قادر تلاقي ايه يعني مش ماشية فاحنا بنطلب دي انها تكون موجودة طبعا ليه فريق السنغال وبنطلب من ربنا العكس ان احنا نبقى كويسين وبنقول يا رب كله ان شاء الله ابو حميد من وجهة نظر النقد الرياضي وفي اطار الاستبدالات اللي هتحصل بسبب الاصابة وبسبب الانذارات فاحنا هنزل اتنين لعيبة تانيين حلو خالص تظن بايه؟ والله خليني في البداية برضو مش هظن على قد ما هقول انه التلاتة عشرين لعب عندنا هم العابة رجالة عارفين صعوبة المباراة صح وعارفين انه الوضع فرقة ما جابتش فيك جون بقى لها متين وعشرة دقيقة وفضل تسعين دقيقة وتحقق الحلم الحلم يبقى مزدوج ان انا اروح كاس عالم وان انا بقى اثبت انه كنت انا لحق ببطولة الامم لان انا رايح لك بطولة الامم في النهائي كنت بتكلم مع حضرتك اي مياه فهم دخلة احنا رايحين ليهم بعد مطش زيادة عليهم بالتوقيتات الاضافية اللي انا لعبتها ورايح لهم اقل منهم في الايام راحة لما جينا لعبنا مطش مصرح نكسبنا بس صعوبة المباراة ان هاد وقت مطش العودة على ارضهم وسط جمهورهم هم كانوا فنيا هنا عاليين ما عندناش مشكلة ولكن النهاردة كيرو شواء بتكلم قال يا جماعة ما فيش فريق بيستحوز مية في المية بس انا من نوعية لو استحوزت خمسة في المية من المية في المية قدر اجيب فيهم جول فبالنسبة له عنده ثقة وانا بحيي جدا على تصريحاته اللي بيطلع يقولها في توقيتات معينة هو بيختارها بيوصل يا اما رسائل للجمهور يا اما رسائل للعيبة بتاعته وكان بيستغل تويتر في الموضوع ده لكن انه يبقى موجود ياسر ابراهيم انا مش قلقان لانه جاسر نزل المطش اللي فات صحيح شال جنين فالطبيعي جدا انه اللعيب اللي هيدخل سواء علي جبرة وايمن اشرف وهم الاتنين الاقرب ان يبقوا موجودين في المكان ده انا مش قلقان من الحتة دي خصوصا ان الراجل بيعمل طريقة واللي كابتن محمد حشيش فنيا قادر مني في ده الراجل عامل طريقة انه هو بيعمل ثلاثيات في الملعب تلاقي انني رامي على عمر جابر ومع محمد صلاح تلاقي حمد فاتح يرامي مع انني ومع عمر جابر تلاقي انني مع الاتنين قلب الدفاع تلاقي السلية الناحية التانية مع فتوح ومع تريزيجية ومرموس فاعتقد حتة التأفيل هو بيعملها كويس بدليل احنا لما وصلنا ضربات جزاء في بطولة الامم ده ما بيدلش على انه امر عشوائي او ان احنا فريق دفاعي هو فريق خطة والناس اللي زعلنا انه الاداء عندنا مش في افضل صوره ده طبيعي لقي انه احنا من 2010 كابتن محمد مابنوصلش بطولة الامم ثلاث مرات مابنوصلش كاس عالم بقالنا 28 سنة والبداية في البطولة دي بالزبط لما جي كوبر استلم منتخب شاف ان القماشة اللي معاه مقدرش اوصل بيها غير انها لازم ادافع لما كنا بنقول باصل صلاح ونجحت الخطة ووصلنا بطولة الامم والنهائي قدام الكاميرون وخسرنا في الجابون ووصلنا كاس العالم الراجل لما جي استلم منتخب بعد كابتن حسام البدري وبعد اجيري منتخب ما كانش ليه ملمح والملمح الوحيد الباقي عليه هي صبغة كروش الدفاعي صبغة كوبر الدفاعي فهو استلم منتخب دفاعي ودخل في المعمعة على طول هو جي دخل في المعمعة ويلعب ليبيا ويلعب انجولا ويلعب الجوون بدليل انه كان بيكسب ليبيا هنا واحد بيطلع يكسبهم برا 3-0 لانه هو عنده اريحية انه هو يلعب بالورق بتاعه لكن في النهاية هو بعرف يدافع بعرف يوصل اللي هو عايزه في مباريات لا تلعب ولكن تكسب تكسب بقى بالخطة ما تجيش تقول لي انه الاداء انا انا فعلا من المبارات الزهاب الان بس احنا برضو كنا القانين قبل ما نلعب مطش الزهاب صح ولا غلط صح لان انا جاي للمنتخب الاقوى في القرى جاي للمنتخب الافضل تصنيف الاول وانا تصنيف تاني ولكن بعد المباراة كان المردود مختلف تماما انا جبت جول كسبت هي هجمة واحدة اللي عملتها هجمتين جبت منهم هدف طلعت بالله انا عايزه وانا واسك ان احنا نقدر نعمل ده لو احنا مضغوطين هم كمان مضغوطين عامل الوقت عندهم هيبقى مهم بالنسبة لهم علشان المباراة على ارضه طيب انا انا ارجع لكابتن حشيش انا في المباراة جاية يا كابتن اكسف الدفاع بتاعي جدا علشان محدش يعرف يقربلي ولا انا اكسف الهجوم بتاعي جدا علشان اقدر احقق اهداف وفي نفس الوقت اشغله طول الوقت عن الشبكة بتاعتي الوضع الطبيعي بتاع المباراة اللي زي موكر دي ان شاء الله يبقى فيها سيناريوهات وفيها تأسيم للوقت يعني معروف ان في المباراة المهمة او اي مباراة عموما اصعب وقت اللي هو اول ربع ساعة وخصوصا لما تلعب على الارض الخصم في مباراة زي دي والخصم مغلوب عنده عامل الوقت ما عندهش الرفاهية بتاعته كل ثانية بتعدي وكل دقيقة او كل ربع ساعة او كل نصف ساعة بتزود عليه الضغوط لان هو لازم على الاقل في المرحلة الاولانية يجيب هدف عشان يتعادل ويبدأ يبص المكسب عشان كده واحد صفر مزيتها لو هنتكلم على الايجابيات بغض النظر عن الاداء ان انت برضو انت اسمك كذبان كذبان السنغال هنا هو هناك ما كذبكش هو لاب معك ضربات ترجيحية عشان حد يبقى هو اللي هيفوز بالبطولة هنا انت المباراة بغض النظر انه هاجم وضاغط وضيع وكده انما انت كذبان مصر فازت على السنغال هو انت رايح بتحافظ على هدف جبته غير ما يكون رايح مثلا صفر صفر مش تحافظ على حاجة اللعبة سجال بقى انما انت بتحافظ على حاجة هو عايز يحصلك عايز يجيب جون عشان يتعادل فالوقت صعب جدا ضغط برضو الجماهير هيبقى عليهم لان الجمهور هيبقى مستعجلة كتر منهم كل ديها بتعدي مش عايزين يخشوا في سيناريوهات الشوط التاني الصعبة فهو عايز على الاقل يطلع الشوط الاولاني جاي بهدف عشان يرجع البداية تاني مصر ماينفعش تبدأ المباراة انها هتهاجم او تضغط من فوق ماينفعش لان الضغط من فوق ده اولا محتاج مجهود مبكر انت ممكن قد تحتاجه بعد كده وقد تحتاجه في الوقت الاضافي اللي ممكن يتعمل ولا انا فرصتي وانا اللعيبة بتوعي فرش وزي الفل وبداية المطش فانا كسف هجومي وهم لسه بكامل طاقتهم قبل الاجهاد اصلا انا كسف هجومي معناها ان انا لازم استحوز واقدر انقل بكورة من نص ملعب للنص التاني ولعب على اللجنة بوبدي بصراحة دي مش عندنا دلوقتي عشان بس نتكلم صح دي مش عندنا احنا بنعتمد على يعني الكورة طويلة احنا حتى التلاتة بتوعي نص الملعب عشان مفهمش بلاي ميكر واحمد عارف الكلام ده فمش قادر تعمل الاستحواز فبتضطر تلعب اللعب الصريح ما بين المساكين وتلعب كورة في الحتة الفاضية دي ممكن تجيلك وتبقى مناسبة اوي للمبرارة اللي هناك لانه هو اعتقد انه هو على ارضه قلنا الكلام اللي فاد انه لازم يضغط بديه انه هو يضغط من اول دقيقة يخوفك يجيب فيك جون مبكري يقولك لا انا جاي لك بقى تاني واخد بالك فممكن يتلاقي مساحات ورا المدافعين اللي هي بيوجدها صلاح لان صلاح مش عايز لها بمقفول لانه هو قريدي اي مطش صلاح بلعب فيه بيبقى الباك اللي ماسكه وفيه واحد مقرب وفيه المساك ميل كمان ازا ما كانش الدفندر ميل ناحيته فبيبقى مخنوق في الحتة دي فهو فرصة صلاح في المساحات اعتقد برضه لو لاعب مرموش او تريزي جي عندهم الحتة دي فممكن احنا نستغلي السيناريو اللي واحد بيفكر فيه ان خلال الضغط ده انت تقدر تجيب حاجة وده هتفرق معك جدا ده ممكن تربك الحسابات بتاعة السنغال اهم حاجة لو ما حصلتش مقدرتش تجيب حاجة ما بدخلش فيك هدف مبكر لان هدف مبكر المطش هيبقى متعلق على جون اه ضرب الجزاء غلطة كرة فاول من برا زي الفاولات الكتير اللي احنا برضه اخطأنا فيها وعملناها على الثامنطاشر بتاعنا خلال المطش اللي فات انت كل كرة بتبعى الثامنطاشر عندنا بنعمل ايه يا رب ربنا اسطر لان عندهم اطوال وعندهم ناس وفعلا كذا واحدة كانت خطيرة هناك تبقى اخطر فزي بقولك اهم حاجة ان تتقسم مبراه وتطلع الشوت التاني على الاقل صفر صفر الشوت التاني له حكاية ورواية ان انت برضه بتقفل هو هيزيد كل الوقت ما بيعدي هيزيد الضغط بتاعه الباك اليمين اللي كان بيطلع والتاني مستني لا الاتنين هتلاقيهم طلعين هتلاقي الاتنين الديفندرات واحد منهم مكمل بقى ما انت لازم خلاص انت بتتكلم انك لازم تجيب حاجة عشان على القل التعادل دي ممكن تخلق مساحات نقدر احنا نخطف حاجة طيب ارجع على احمد عبدالبوسط في رأيك بقى انا استخدم صلاح الهدف ولا استخدم صلاح المغنطيس يعني ايه؟ يعني يا صلاح الهدف اللي انا عارفه انه هب ترك هيجيب جول وبالتالي هستخدمه بهذه الطريقة او المغنطيس اللي هيروح سحبلي الفرقة بتاعت السنغال ناحيته علشان طول الوقت هيبقوا قاعدين قلقانين وابقى انا بستغلى هدفين تانين طيب هو للاجابة على السؤال فيه كم حاجة لازم نتكلم عليها اولها انه الربع ساعة الاولى دايما يا السيد يوسف في اي مباراة دي اللي تقدر تخطف فيها وده اللي عملنا هنا فعرف كرة القدم انه اول ربع ساعة بيسموها مرحلة جس النبض للفرقتين اللي بيحافظ كويس وعرف يختف بيسرق المباراة واحسن وقت تجيب فيه هدف تاني اللي هو بعد ما خصمك بيجيب هدف او يجي فيك الهدف التاني ليه بقى لان انت اما مش في كامل تركيزك فبيجي فيك جول تاني اما الفرقة التانية فرحانة ونشوة الهدف تقدر تجيب فيها جول احنا مختلفين عن كابتن حشيش اه انا اختلفت هنا شوية مع الكابتن محمد بس طبعا فنين او ممكن يكون الكابتن محمد تناول من ناحية واحدة لكن انا بتناول الموضوع انه الربع ساعة الاولانية ورد جدا انه تقدر تخطف هو هيلعب عليها كارلوس كيروش لانه بعد الربع ساعة الاولانية هتبان ملامح واستراتيجية سي سي اللي بيلعب بيها لان احنا برضو مفكرش من اتجاه واحد فيه واحد تاني مقسم المباراة زي ما كابتن محمد قال قاعد قصادنا هم بيقروا بعض بعد ربع ساعة اسماعيل اصار هيلعب ازاي ساديومان هيلعب ازاي فانا لو هستغل محمد صلاح بناحية المغناطيس او ان هو هيسحب لي الفرقة الناحية التانية مقدرش احكم على ده لانه احنا شفنا محمد صلاح في مواقف في مباراة الزهاب عمرنا ما شفناها فيه في ليفربول او في مصر صلاح طلع كرتين واحدة من على ال 18 واحدة تانية من قلب ال 18 المطش اللي فات فايزا صلاح ده صلاح كان شغال مغناطيس من داخل منطقة الجزاء بيطلع كرات من عندنا لانه اكتر واحد صلاح عارف قوة المنتخب السنغالي ومفاتيح اللعب الكتير اللي عنده فعشان كده كان صلاح بيعمل ادوار مضاعفة فيه كرة ساد يوماني خدها وجري بيها من عنده ال 18 وصل ال 18 بتاعتنا لو شفنا لو الزملاء جابوا صورة هنشوف انه اللي بيجري جنب ساد يومانيه هو محمد صلاح محمد صلاح اه اطع من ال 18 عال 18 اكتر واحد عارف وفيه ساد يومانيه كمان بيبص لقى جنب على يمينه ولقى جنب محمد صلاح فده بيزود البور وده بيزود السرعة لانه مانيه بطبيعة الحل برضه هو اكتر واحد بفرقة السنغال عارف صلاح بالزبط وفي نفس الوقت صلاح ما كانش حد ممكن يلحق اللي هو لانه هو السرعات جنب حتى الكرة صلاح في جريته خلى لعيب يفتح لساد يومانيه كان ممكن الاثنين ياخدوا اتجاهات معينة في الهجمة المرتدة تحسم لكن وجود صلاح بسرعته لو لعيب بطيء شوية كان ممكن يدى حل لساد يومانيه يطلع على حيث الجنب شوية ويقدر يسدد لكن هو جريت صلاح على نفس الاتجاه الناتج يعني انه كروش مدرب زاكي هو هيلعب على الخطفة بكرة لانه من رابع المستحلات انه يفتح الملعب قدام اليوس سي ومن رابع المستحلات انه اليوس سي يفتح الملعب قدام كروش مصطفى محمد لما كنا بنشوفه والتلاتة اللي عندنا محمد صلاح لما كان بيتناوب مع مصطفى محمد في الضغط على لعيبة منتخب السنغالي كنا بنضغط من نص الملعب علشان نجبرهم كل بالي انه يلعب الكرة العالية فكان بيعمل ده الشوط الاول كله كنا بنقطع الكرة وبنرد وبنبني هجمات بعض الاوقات وده اللي جن منه الهدف اللي السلائي عملها واحرزنا هدف صلاح استراتيجية المباراة بكنا مش هنقدر نحكم عليها غير بعد اول ربع ساعة وحسب حالة اللعيبة وده اللي تكلم عليها الكابت المحمد في اول مباراة حالة اللعيبة سواء السنغال او سواء مصر في يوم المباراة بتفرق جدا لعيبة ببقى متقلق وبتبان زي ما احمد قال بعد ربع ساعة بتبان تتحس ان انت راكب على الفرقة التانية ولا الفرقة التانية بلغة الكرة يعني بالزبط بس انا عايز اقول حاجة احمد انا يعني في تفكير في دماغي طبعا هو مش هتعمل يعني كروش طبعا بيلعب انت عارفنا بيغير لتكتيك ولا لعيبة ولا حاجة انا كان نفسي صلاح يلعب قدام في حتة راس الحربة بكرا ويريح مصطفى ويلعب ويريح مصطفى ويلعب مثلا او زيزو ليه بقى انت عندك صلاح ما بيروح ناحية اليمين بتاعته عارف اللعب على الخط بيقى صعب اوي اه هو بيجدها وكل حاجة بس تقدر تمسكه كويس قوي بكليفت معاه وتقرب ومحدد اقامته في حتة اه طبعا بتقدر انه مصطفى الملعب بتديله راحة قدام ان هو يمين وشمال يعني هو ممكن يربك المدافعين في الحتة دي يمين مساك يروح لان الصلاح عشان حد يمسكه لازم واحد معاه واحد قريب منه فدي هتعمل خلخلة بالنسبة للاتنين المساكين وفي نفس الوقت انت عندك سرعات بتاعت زيزو لو لعب او تريزيجي ومرموش او يعني ايا كان حد فيهم برضو انت محتاجها لان انت هيبقى عندك هيبقى عندك مساحات لو السنغال بمرور الوقت لازم تهاجم وتضغط وزي بقولك الباكين وكده فهتلاقي مساحات ممكن اللي تجاهته تروح على الصلاح تتلاعب لزيزو يروح او العكس مع مرموش او تريزيجي فالحتة دي انا امنية حياتي ان هو يفكر فيها لان مصطفى برضو في الحتة يعني اول يعني المطش اللي فات والمطشات اللي كانت في افريقيا برضو انت ما استفادتش براس حربة كراس حربة لان انت ما بتلعبش عرضيات اللي هي بوجودها مصطفى واللي هي الميزة الوحيدة اللي فيه يمكن مصطفى بيلعب بدماغه كواسي او انها مع الارض برضو يعني فممكن اول حتة دي تفرق مع متخب مصر في المباراة دي اعتقد ان هو يعني ممكن يفكر فيها وانا بقول ان هو مش هفكر فيها او هيلعب برضو بنفس التشكيلات هو راجل بيغير في اضيق الحدود حد يتصاب يبقى في حد يلعب بدله دي كويسة في حتة التجانس انه بيثبت التشكيل ويبقى فيه تجانس بكل حاجة بس برضو لكل مقام المقال يعني لكل وضعه وكل نتيجة وانت عايز ايه من المباراة وانت هتبدأ ازاي وانت محتاج ايه وبعد ربع ساعة وبعد نص ساعة يمكن يبتدي كده ويرجع مثلا الشوط التاني يبتدي يغير طيب يمكن تعليق اخير من زميلنا صديقنا احمد عبدالبوسط على مباراة بكرة توقع نتيجة والله اتوقع انش انا متفائل ان احنا اختفى هدف هدف يربج حسابات السنغال تماما لانه هدف خلاص هو محتاجة يجب ثلاث اهداف علشان يكسب اثنين واحد انا اصعد فبالنسبة لنا هدف اتمنى ان ده يحصل بكرة واتمنى ان مصطفى غرباء الحكم مباراة بقى في حالته كمال لان حالته بتبقى زي زي اللعيبة الحكم لو فايق وفي حالته ما بنطلبش اكتر من العدل يعني هم مش طالبين اكتر من العدل ولكن في النهاية انا متفائل فيه على الفار حكم الماني موجود يقدر برضو العودة اليه في الحالات كل الاستفادات بقى اللي بتحصل من الجمهور السنغالي وانا شايف وجهة نظر يعني ده امر طبيعي وكرة القدم بتلعب داخل الملعب وخارج الملعب امر طبيعي ومعتقدش ان هم ينادوا على ساد يماني قدام صلاح فده يفرق مع صلاح ويأثر عليه في المطار صلاح يعني عدى الموضوع ده زي ما هو وصل للمرحلة عدى بمراحل يعني فمرة كنا في الجابون بس قال محمد صلاح كانت بعض الناس بتانتكدوا قال لي احمد انا ما ببصش لا على يمين ولا على شمالي انا ببص قدامي بس ببص على يمين ولا على شمالي ببص على يمين ولا على شمالي لما يكون في الملعب بس غير كده انا ومفكرش عشان كده ده سبب من نجاح محمد صلاح حقليته طبعا ما شاء الله ليه ما شاء الله ليه 11 صلاح مش بأداءه كمان بتفكيره طبع التفكير صح التركيبة دي انا عايز اشكركم جدا نورتونا وشرفتونا وان شاء الله وش الخير والسعد وبكرة معديين بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا كريم كل الشكر الكابتن محمد حشيش كل الشكر بنقيدنا الرياضي احمد عبد البسط نورونا وشرفونا في فقرتنا الرياضي المقتضبة نوعيا لحين ملمطش بس بإذن الله يعدي على خير بكرة هستأذنكم هنروح لفاصل نرجع بعض الفاصل مع مولانا دكتور احمد كريمة استنونا بعد اذنكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر